في الخوات مع الممثلة هذه العربية أن الكلام وايد كبير والكلام بيأخذ أصداء ويأخذ منحة آخر وفي ناس أدافع وفي ناس أتعارض وفي ناس أنا مش فهم حتى اللي يدافع ليش يدافع ما أدري هل نحن وصلنا لمرحلة أن نعتبر الغلط صح ونجم له عشان نرضي عشان عشان على حساب ديننا على حساب عاداتنا وعلى حساب تقاليدنا ما أدري والله الحين أنا استغرب نعم البنت هذه يمكن كان سلوبها غلط يمكن كانت معصبة يمكن استخدمت بعض الألفاظ النابية في مشهد مدته كذا ثانية نحن ما نعرف شو كانت نفسيتها نحن ما نعرف ليش كانت معصبة لهذه الدرجة لأنه مستحيل أي إنسان يمسك أي إنسان ويقول له بهذه الطريقة أنت يلا فيك يلا فيك أنا كذا أنا كذا إلا ما يكون فيه إلى خلفية ففي مشهد قبل وفي مشهد بعد نحن ما شفناه ولكن كل المدافعين لأن عندهم شيء من الميول اتجاه الطرف الآخر فيدورون ضد هذه لأن هذه على حق لكن نحن نتكلم حتى فيه دعاة مع الأسف يعني ناس مطاوعا صح التعبير انتقدوها قالوا والله لا هذا مش أسلوب للنصح والرشاد وكل واحد بدأ أنا فيه مقالي أنا كنت أتمنى أختم البرنامج بدون ما حد يتكلم في الموضوع هذا عشان ما أبطر أني أقرأ مقالات معينة وغيرة في واحدة طلعت البنت هذه المواطنة اللي هي غيورة على بلدها اللي هي تتكلم عن عادات وتقاليد وبنت الإمارات تعتبر وتعتبر بنت من بنات زايد رحمة الله عليه وبنت خليفة وبنت محمد تعتبر نصلتها من الولاء والوطنية لا حول ولا قوة أنا 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 ما أدري بس أرجع أقول لك موضوع أنا ما كنت أبغى أفتحها وبتحمل اللي بأيني مدرس أنا أنا ما أحترامي لك أنا ما أبعد أنا على فكرة أنا يوم فتحتك لا يعني أنا بس أجد سؤال الحين عفو أنا محمد لا 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 نحن نقصد هذه لأن هذه اللي أثارت المواضيع كلها لأن في ناس من الكلام اللي قالوا خليني أكمل بس محمد قالوا والله طيب الحين ما يدفعين وشانتي غير هذه اللي شفتيها طيب هذه أنا شفتها ما يقول لك حاطت في السنتة أو حاطت في المحل وثالما هي خسستت فيها مثل لعناق لا حاطت في المحل لا دخلت وطلعت بملابس داخلية هذا واحد وهذا الكلام طبعا في التحقيق في الشرطة ممكن يتأكدون منه لأن المحل مستحيل لا لا المستحيل المحل ما فيه كاميرات فأنتوا ممكن تتأكدون هذه البنت المواطنة اللي أنتوا كلكم متحاملين عليها وليش صورت التصوير هنا مع احترامي شديد يقول لك والله مش من حقك أنك تصور الواحد بدون إذنه نعم أنا معاك مش من حقك تصور لكن هذه واقعة والواقعة هذه كان ممكن أي واحد فيهم يدعي على الآخر شيء لم يحدث صح ولا لا أنا المواطنة كنت ممكن أقول هاي سبتني واشتمتني طيب شو اللي يتذبها الكلام الفيديو هايك الأخت الثانية وما يحتاج أقول أخت المهم الله يهديها لكن كان ممكن تقول والله هي ستة يشتمتني فالواقع اليوم أنت يوم صورتها هذه وثقت فيها قضية معينة حاصلة طيب سؤال أحين سؤال ثاني يطرح نفسه اليوم ترى هي أنا الموضوع هذا لازم لازم يحتوى ولازم ينوجد له حل لأن إذا نحن سكتنا الموضوع راح يتفاقم ممكن باتر نحن نسمع قضايا اعتداء بالضرب نعم إذا اليوم أنت ما سؤيد لحل طيب أحين سؤال منطقي أنا معلش يمكن أنا غير منطقي بس أنا أعتبر السؤال هذا منطقي أنتو شو تعتبرون هذا شي راجع لكم يمكن تعتبرونه غير منطقي يمكن تعتبروني أنا غير منطقي لكن نين فكر بالمنطق اليوم في وحدة خالفة العادات التقاليد الدين القانون اللي وضع هذا المركز بالاحتشام يت هذه البنت المواطنة نرجع نقول اسلوبها غلط نرجع نقول طريقتها غلط نرجع نقول الكلمات اللي استخدمتها مفروض ما تستخدمها هذا كل غلط ولكن الانتقاد كان في محله وطبقت القانون يعتبر لأننا نحن الكل يقول أنه مفروض نحن كلنا شرطي كل واحد فينا شرطي في بلاده مفروض ننتقد هذا الشي طيب أنتو نسيتوا كل هذا وعلقتوا على بس أنها والله كيف في مواطنة تقول أنا مواطنة وهذا طيب أنتو نسيتوا الفعل الفاحش ونسيتوا القانون اللي خرقته ونسيتوا أنه خرقت الدين والعادات والتقاليد وكل شي علقتوا الحين على أن البنت هذه قالت والله ما عليش أحين سؤال ثاني يطرح نفسه طيب مسكنا هذه البنت المواطنة الأخت الفاضلة هذه ما عارفة الله يستر عليها تعالي يا أختي تعالي يا بنتي أنت اللي سويته صح ولا غلط بتقول لك لا أنا اللي سويته صح ولكن كلام اللي قلته غلط مليون في المية ما في نقاش طيب يا بنتي ليش أنتو وصلت لها المرحلة بتقول لك يا أخي خلاص طفرت عصد من الغير يا أخي شو هذا الواحد الواحد ما يتمالك نفسي يعني باجر أنت تحطونا الجدام واحدة لابسة مايوتة تمشى في السنتر أنا أقول لك شبت ما حين في واقع ثاني وثالثة ترى حين نحن نرجع الحين سؤال يطرح نفسه أمس الريال مطرشلي صورة قبل سنة صارت والمشهد هذا الكل تكلم عنه اللي هو الشباب الثلاث اللي دشوا السنتر أو المركز أو المول في دبي واحد فيهم كان لابس عز وجل الله ما لابس داخلي وزاره فاني لا 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 واحد فيهم كان لابس وزاره واحد فيهم كان عز وجل الله وعز وجل الله مسامعين هذا لا بس اللي هو الهاف صح ولا لا حاكموا زخوا وتكلموا عليه وكذا وكذا رغم أن هذا ريال وداش الساعة أربع الفير تقريبا وسائر وهذا طيب أنتوا انتقدتوا هذا ليش ما تنتقدون هذا إلى لا لا في حرية شخصية قلت طيب حرية شخصية على عين وعلى رأس في سؤال ثالث أنا بطرحها ما علش نحن اليوم نحتفل كلنا طبعا ونهني قيادتنا وشعب الإمارات بحصولنا على فيزة الشنغن صح كل المسؤولين اللي طلعوا عبر الهوى والكتبوا والداولوا وتسجيلاتهم والتكلموا قالوا يا جماعة الخير في كانت توصية إلى جانب الكثير من التوصيات اللي هي عدم حمل مبالغ كذا اللي هو الهزام لكن ركزوا على الموضوع أنك أنت يوم بتزور يا أخي الفاضل يا مواطن يا إماراتي الله يخليك خلك خير سفير لبلدك خلنا نحن نحافظ على هذه المكافأة اللي هم عطونا إياها يزاهم الله خير تصلي شلوا عنا الشنغن لأنه أنتوا شعب راقي فهم عطونا هذه الميزة فنتمنى من جميع المواطنين اللي يزور البلدان هذه يحترم قوانينهم يحترم عاداتهم وتقاليدهم والله ما يحترمون لخلق شوية يحترم أعرافهم طيب ما عليش على عيني وعلى راسي ونحن شذا بدون ما أحد يقولنا الحمد لله نحن تربية زايد وتربية الشيوخنا وعارفين سبحان الله لكن ليش أنتم ما تلزمون هذه اللي يدخلون بلداننا اللي هم عارفين أصلا نحن شعب مسلم شعب متستر ومحتشم وشعب عنده عادات وتقاليد وشعب عنده وعنده طيب واحد أو واحدة عفوا عارف أني أنا ياي على بلد إسلامية على بلد في قانون وفي احتشام وفي عادات وفي تقاليد وحريمهم كلهم يلبسون عبي وتسترون تلبس لتشورت المني ميني جوب أو تلبس لت ملابس فاضحة وتدخل وتطلع جدامها هذا مش معناته أن أنا أضرب بعرض الحائط كل قوانينكم وكل عاداتكم وكل تقاليدكم وأمشي بهذه الطريقة طيب ليش سؤالي طرح نفسي بس أنا سؤالي بس ليش أنا أعرف أن هذا الشي ممنوع وحرام ومجرم وممكن أعاقب عليه وأسوي بس أنا هذا سؤالي أنا بأقول لك اللي وقف هذا واحد مطلسيني يقول يعني المواطنة لسانها قصير شفتي شفتي وين يفكر شفتي عن شو نحن نتكلم وهو عن شو يتكلم أقول لك إسمعني أنا بأقول له أنا بأرد عليه أنا بأقول لك في شريحة من الناس اللي قموا شوية توهم يعني يسافرون وكل كل سنو مرتين ثلاث واللي يسافرون كل سنو دول أوروبية يعني مع احترامي لهم شو مبغروا مبغروا ومفتنوا بالحضارة الأوروبية قالوا هادم متفاقين ورب العالمين كل شي عطاهم نزين ليش إحنا يومني إحنا هني نلتزم ونتلحف ونسوي ونهذا لا هذا من التطور هذا من التحضر سبحان الله أفكار شيطانية أفكار شيطانية إذا التمدن والتحضر بيخلينا يتخلى عن ديني وعن عالاتي وعن تقاليني محمد الله هذا انحدار هذا انحدار إحنا نوصل لحاجة المرحب ما شوف يا الحيدة سبحان الله أنا أعتقد والله العالم يعني كل واحد يدافع عن الفئة اللي هو ينتمي لها أو يأيدها اللي يدافع عن الحرمة هذي نعم يعني أنا هو ينتمي لها واللي يدافع عن الفئة هذي وما ينتمي لها يعني أنتم هاي السواء الصح صح والغلق صح هذا آخر الزمان يا بمحمد إذا أتي الله خير يا بمحمد ليش الله يخليك عندي هذا مداخلة ثانية أنت عندك مداخلة وأنا عندي ريال دكتور ومدير عام يترياني على الخط الله يهديك عاد أنا عندي مداخلة ثانية خمس دقائق يا أيام زين أيام ياي وبنتكلم وهذا ما يستوي دقيقة والله الدكتور على الخط آه خلاص يزاك الله خير ومنتي بعد يزاك الله وبارك الله فيك وبارك الله في بناتنا وفي بلادنا إن شاء الله مشكور معنا الدكتور اسمح لي ساعة الدكتور حياك الله خير طبع معنا ساعة الدكتور خالد المدفع مدير عام مؤسسة شارق الإعلام يحدثنا عن معرض مشاريع التخرج بكلية الاتصال في جامعة الشارقة الحكومية نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالأمس تم افتتاح معرض لكلية الاتصال في جامعة الشارقة حيث عرضوا لطلبة الكلية مشاريع تخرجهم والمرتبطة بالمجال الإعلامي من ناحية الإعدام من ناحية التصميم القرافيكي من ناحية الصحافة والعلاقات العامة فارتأت المؤسسة ترعى هذا المعرض نظرا لهمية بالنسبة لي مؤسسة الشارقة الإعلام وكانت من راعيين لهذا الحدث بالنسبة للجامعة بنظرا للعلاقة الطيبة والوطيئة بين المؤسسة وجامعة الشارقة لله الحمد في كثير من المشاريع اللي شفناها مهمة وتحتاج التوطية الكبيرة بالنسبة للجامعة والحمد لله كانت مشاركتنا وياهم أمس واليوم في المعرض المقام في جامعة الشارقة نعم سعدتك مادري كيف وجدتم مشاركات الطلبة ومشاريح ومشاريع التخرج اللي عندهم ما شاء الله عجبتني كثير من المشاريع اللي موجودة بالنسبة لنا كمؤسسة طالبتين قاموا بعمل مشروع تخرج بالنسبة لهم من ناحية دور مؤسسة الشارق العلام في العلام القيامي كذلك كثير من الطلبة ما شاء الله عليهم ارتبط او ارتبطت مشاريع تخرجهم بمؤسسات يعني حكومية اخرى من ناحية يعني كأنهم موظفين في تلك الدوائر او في تلك الشركات او في تلك الجهات فيعني هذا انا شفت دور ممتاز يعني ان يقوم بالطالب كمشروع التخرج يكون مسؤول عنه ومسؤول عن نجاح وعرضه بطريقة ممتاز وجيدة بالنسبة يعني الزائرين لذلك المعرض زاد كذلك عندهم كان بالنسبة للتخصصات الاخرى بعض الطلبة عندهم افلام وغرضوها على الحضور في مسرح مخصص لهذا الغرض يعني فكذلك يعني انا لسه يعني مشاهد عرضين في هذا النشاط وكانوا مميزين بعد كذلك الحمد لله فيعني مما يبين ان جزاهم الله خير جماعة الكلي كلية الاتصال في جامعة الشالقة قاموا بدور كبير يعني انا من خلال منظركم يعني اشكر الفريق الاكاديمي في جامعة الشارقة ككل واخص كذلك كلية الاتصال على رسم الدكتور عبد الرحمن عزي العميد الكلية فنحن يعني مشاركتنا هذه فتحت لنا كذلك افاق انه كيف نقدر نستفض يعني مهارات وكفاءات موجودة في الجامعة لاستفادة منها لمشاريع يعني مؤقتة او يكونون كذلك ممكن يكونون كموظفين كذلك في المؤسسة في حال ودود الشواغر والرغبة في يعني في الاستفادة من خبرتها يعني هذا دور يعني تطلبه المؤسسة وان شاء الله نتمنى من كل المؤسسات انه يعني تاخذ مثل هذه الادوار بحيث انه يعني يكون في ارتباط مع مخرجات التعليم مخرجات الجامعات يعني نعم دكتور تحدثنا عن البث الافتراضي هذا نعم انتوا دائما سباقين يعني والله نحن شهادتنا مجروحة في مرسل الشارقة للإعلام برامجكم مميزة مستمعينكم ما شاء الله كثر إذاعتكم تلفزيونكم برامجكم اللي تقدمونا الفعاليات اللي تغطونها وإمارة الشارقة شهادتنا مجروحة هي عاصمة الثقافة والعاصمة الإسلامية دائما يعني نحصلكم متواجدين ما شاء الله في المهرجانات حتى الشيء بالشيء يذكر أنا كنتم موجود في المهرجان التراثي على ما أعتقد اللي هو في السوق العرصة فكانت لكم منصات وفعاليات وكنتم مغطينها دائما بالتلفزيون بالإذاعة فما شاء الله عليكم يعني دائما حاضرين ودائما متواجدين وتحاولون تغطون كل الجوانب قد ما تقدرون يعني يشوف مراسلينكم ما شاء الله مع كاميرات دائما متواجدين ويتواصلون مع كل الأجنحة يحاولون يغطون كل شبر نصح التعبير موجودة هناك ودائما أنتم يعني هاتفين إذاكم الله خير يعني يعني تقدرون تدخلون كل بيت نصح التعبير غير عن يعني ما نبغي نقول عن نذم القنوات الثانية نبغي نعرف شو هذا الستوديو البث الافتراضي زاك الله خير طبعا كل اللي ذكرته يعني هو طبعا بتوجيه مباشر من صاحب السمو الشيخ التواصل والمحمد القاسم اللي يعني يحرص أن لا يظهر من خلال قنوات مؤسسة الشارق الإعلام إلا ما هو مناسب للأسرة والمشاهد والمستمع أينما كان فالأنشطة اللي ذكرتها في الشارقة وفي مختلف الإمارات أحنا نشوف دور مؤسسة إعلامية محلية أن تغطيها وتبرزها وفي النهاية هذه نشاطات مجتمعية تهم المشاهد والمستمع في الدولة وقارج الدولة لله الحمد يعني وإحنا في دولة نشيطة نشيطة جدا لله الحمد فتتطلب يعني التغطية والمتابعة بهذه الطريقة ف بالتالي تراكمت عندنا خبرة يعني في هذا الموضوع خبرة يعني حبينا ننقلها إلى يعني عيالنا الطلبة في جامعة مثل جامعة الشارجة إن كيف إذا مثلا كان عندكم ستوديو ستوديو يعني موجود على الهوى كيف أنتم تقدرون يعني تتعاملون مع الكاميرا تتعاملون مع الميكروفون يعني تتواصلون مع المشاهد والمستمع سواني إذا كان برنامج إذاعي يعني ف يعني كانت هذه المبادرة والأخوة في كلية لتصال في الجامعة رحبوا وإحنا كذلك يعني بالإضافة يعني نتكلم عن ستوديو افتراضي ولكن في نفس الوقت حنا صار عندنا نقل مباشر من هنا لبرنامج صباح الشارق اليوم وكذلك بالنسبة للإذاعة يعني كذلك رح تكون فيه نقل يعني لفعاليات المعرض هذا والمهرجان هذا يعني من خلال برامج مخصصة ومعينة في الإذاعة فهو صح نسمي استوديوهات استراضية لكي نعطي يعني الطلبة يعني كسر الحاجز هذا كسر حاجز الخوف كسر حاجز المايكروفون وكتلك كاميرا وهذا فيحس أنه خلاص يحاكي الواقع فباشر يومي يطلع لك أمام الجمهور ولا يتعامل مع المايكروفون يكون عندك الخبرة نعم نعم فهذه الفكرة كانت ولله الحمد يعني علاقة صدى جيد وقبول جيد عند الطلبة وإن شاء الله تكون مبادرة من عندنا وبس تستمر إن شاء الله وهذا لا يعني بالنسبة لكلية الاتصال أنها غير مجهزة بالعكس أنا شفت في كلية الاتصال استوديوهات ويعني تجهيزات ومختبرات مجهزة لهذا الموضوع وكأن يعني هي مؤسسة إعلامية قائمة وكل ما تحتاج من برامج ومن أجهزة ومن متطلبات من كاميرات وأجهزة تسجيد وخلافة فقط ناقص موضوع البث والله ما شاء الله عليهم جاهزين من كل النواحي بس أنت وضافت لكم شيء طبعا هي هذه التجربة طبعا فنحن يعني بغينا نعطيهم للطلبة هذي يعني أنه الفكرة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة وكان في عدنا بعد تعاون سابقا برنامج نبث أسبوعيا في تلفزون الشارجة عن المدينة الجامعية وكانوا اللي يعني يقومون بالإعداد والتقديم لبعض فقرات البرنامج هم من طلبة الكلية فبعد هذا يعني هو موضوع مكمل بالنسبة للعملية التعليمية في الكلية وإن شاء الله تكون يعني تحظى بالفائدة وتعطي طلبة هذي يعني إمكانية أقوى بالنسبة لمسألة التوظيف ومحاكات الواقع يعني اللي رح يواجه في العمل الإعلامي المستقبل إن شاء الله الله وفتكم سعادتكم إن شاء الله كله طبعا يعود الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ودائما هو حريص ويتابع كل صغيرة وكبيرة هذا اللي نعرفه من ناحية الإعلام ومن ناحية كذلك الطلبة في الجامعات يعني أب في النهاية يعني قد ما بنتكلم عنه صحاتنا مجروحة فيه زاه الله خير عرفنا هذا الأب عن قرب وشفنا يعني شليسه في الصراحة وأنتو كذلك أرجع أكرر شكلي وتقديري لكم أنتو كمؤسسة الشاركة للإعلام يعني زاهكم الله خير شهادتنا نبعت فيكم مجروحة الصراحة مهما قلنا والله يوفدكم إن شاء الله هذا اللي نقدر نقود ساعات الله يبارش بكم ونشكر اهتمامكم في لا لكننا نخدم نفس العلم ونفس المنظومة ونفس القائد الحمد لله رب العالمي وأنتو نحن واحد يا طويل عمار الله يبارش الله عزك سعاتك الله يحفظ طبعا كان معنا ساعات الدكتور خالد المدفع مدير عام مؤسسة شارك للإعلام حدثنا عن معرض مشاريع التخرج لكلية الاتصال طبعا في جامعة الشاركة الحكومية وحدثنا عن الكثير من الأمور اللي عندهم في المؤسسة وكيف كان التعاون معهم وكيف ممكن فعلا أن الطلبة محتاجين في كثير من الأحيان يوم أنت تعيش تجربة واقعية تعيشة أمام الكاميرات أمام الإعلاميين في السوم وكان عندهم بث من هناك فشوية تنكسر الرهبة هذي عندهم كذلك عندنا تهنئة خاصة طبعا من من علي سليمان الظهوري وأحمد سيف القاضي له الدانجو وعلي حسن المطوع الشحي لسليمان محمد الخنزوري بمناسبة عقد قرانه مبروك لسليمان محمد الخنزوري وعقبال إن شاء الله الفرح مثل ما يقولون عقبال العرس إن شاء الله والله يهني وأخيرا ملتشتي يا أستاذ سليمان لا تنسى أن الله يخليك من العيش وليحم عادها عاده ما أدري متعاقد قرانه قرانه نخلي بنخلي ميقاله ما في غير ميقاله نخلي بالعيش وليحم إزاك الله خير ورجع كرة هنا براشد ومحمد ارحمه ونحن كطاقم طبعا وزايد محمد ارحمه الأخونا طبعا أحمد راشد المطروشي عندكم كلمات نختم المقال 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 ما أدري يا أخي هذا الرقم 9000 ما تضيج علي أني يقول ليش تقاطع الحرم ومش أقاطع حي بس أنا بعد أريد وصل فكرة معينة وبي تتكلم ونتكلم ونحاول لا أكثر ولا أقل ما بشغلة أني أكثر بس أنا بقرأ المقال هذا في الختام طبعا بس عشان أبينكم أنه في ناس لا هو ما أدري وين منشور الصراحة بس أنا واصلني طبعا لا لا بقرأ من التلفون لكن هو متداول ف على الأسف يعني أنه في ناس تحب تصطاد في المياه العكرة يعني نسو الموضوع الأساسي والرئيسي نسو الموضوع الحشمة نسو الموضوع أنه لا في قانون قانون الحشمة موجود وهذا قانون يسمونه قانون أنا تكلمت مع محامين أنا ليش أتكلم الحين لأن أنا عرف أنه في قانون ولكن القانون هي في قانون القانون اللي هو يقول خدش الحياة العام وفعل فاضح في المكان العام هي في قانون موجود نص لا يفعل مش مفعل يعني اليوم أنت تتصل في الشرطة تقولهم والله تعالوا يا جماعة الخير هذا يلابسك كذا 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 وهذا غلط والقانون يخالف طيب سؤال المراكز اللي محطي اللوحة هذه مثال أنت تديش داخل هيا شوفتها أنا شايفنا شايفنا لا لا شايفنا موجودة أحين سؤال مش محطي لك ممنوع التدخين إذا دخنت شو سوي شو سوي بك وايش شغل صح نزيل في القانون مش موجود ممنوع التدخين في القانون بند القانون كتاب القانون مش موجود لكن أنت خالفت قوانين المؤسس اللي دشيت فيها فممكن يجرمونك وممكن يغرمونك على حسب القوانين اللي محطينا طيب ليش هذا القانون ما ينحط رغم من القانون هذا من ديننا من عاداتنا من تقاليدنا سؤال بس يطرح نفسنا طيب السكورتي اللي موجود هذا شو خانته لا اللي شغل أنت محطي لوحة أنت الحين حطيت على البوابة ممنوع أي واحد ما بلابس غطرة وعقال يدخل من اللي بي وكفة أنت بت وكفة على كل البيبان ليش الناس تتكلم ترى ليش الناس تقول والله موجودة أتمنى حد يتصورها يا جماعة اللي يعرف عليه يصور اللوحة هذه وطرش لياها يقول عليه ما في لوحات نحن نقول في لوحات حالها حال اليوم أنت توقف في موقف مع المعاقين ليش يخالفونك ليش لأن في لوحة قالت لك ممنوع الوقوف صح رغم أن يعني المهم المهم الأخ الفاضل اللي كاتب المقال طبعا أنا ما عندي وقت أقرأ مقال طبعا كل الشكر والتقدير للأستاذ الكبيرة طبعا ميسا غدي رزاه الله خير كانت كاتبة كلام في قمة الروعة إذا عندي وقت بحاول أقرأ المقالين أنزين أنا بقرأ المقال هذا هو أنزين يقول لك مواطنة إماراتية أنا أقول الله يعين ها شو يقول براشد أنزين لا يمكن يقول يوقف على الموضوع لا تتكلم ولا شي عنده تعليمات ولا عندك تعليمات تقول لا ولا أكمل يسمع البرنامج ولا لا أنزين آسفين يا تسعة آلاف سموحا منك أنزين المهم المقال المادري بنون عشر لنا واحد وواحد ما أدري بس المهم وصلني ما عندي وقت أخذ ردودكم ولا كان مفروض أقرأ في بداية البرنامج لكن أنا قلت أنه ما أبغي حد يفاتحني في الموضوع ولكن مع الأسف المهم تقول أو يقول الكاتب المقالة مواطنة إماراتية في مناقشة حاد مع الممثل أفلانة بخصوص لبسها العاري في دولة الإمارات بين قوسين لنكون واجهة مشرفة أختي الإماراتية الفاضلة صاحبة المقطع المصور ما هي الرسالة التي تودين أن تنشريها من خلال تصويرك ونشرك لهذا المقطع المصيء لدولتنا الغالية شوفوا الكلام الكبير ما هو هدفك الأساس من التهجم والإساءة بالسب والقذف والتدخل في حرية الآخرين هل ديننا الحنيف أمرنا بنصح الناس بهذه الطريقة البشعة وهل هذا ما صرفته عليه حكومتنا الرشيدة صرفته عليه حكومتنا الرشيدة من مبالغ طائلة على التعليم وتهديب الأخلاق بشكل عام ولا المقاعد حكومتنا في مراحل تعليمك بشكل خاص اعذريني أيها الإماراتية أنت أسأتي لدولتنا وعلمنا وحكومتنا ولنا جميعا بهذا التصرف الغير مقبول منا جميعا حكومتنا وشعبنا طبعا شيء مكتوب بهذه النصة يعني هي قصدها حكومة وشعبا لدولة الإمارات العربية المتحدة أنت أسأتي إلى زايد الخير رحمه الله وإخوانهم مؤسسين هذه الدولة الغالية الذين بذلوا النفيس لكي نكون أمناء على عرقهم أو عرقهم ودمائهم التي بذلوها حتى يكون لنا وجود على خارطة العالم أنت أسأتي لحكومتنا التي جعلت لك مكان لتكون خير من يمثلهم بأخلاق الإماراتيين الأوفياء لم تسيئي لهذه الضيفة الكريمة بل مقطعك الذي قمت بنشره للأسف كان دليل على رقي أخلاق الضيفة واحترامها للبلد التي هي فيها ولشعبها في استخدام عباراتها وطريقة ردها على فعلك الغير أخلاقي وكلماتك التي قطعت قلوبنا وأساءت على أنك إحدى بنات الإمارات هذه كلامها طبعا نرفض وبشدة تصرفك الغير أخلاقي فتصرفك لا يمثل ابناء الإمارات بكل ما تحتويه الكلمة أما أن تكون قصدها أما أن تكون واجهة مشرفة بأخلاقك لدولتنا وحكامنا وأما أن تلتزم الصمت فلا علاقة لك بما يرتديه الآخرين فهناك من هم أفضل منك في التوجيه والنصح والإرشاد أنت لا تمثلين أي جهة معنية بالأمر ولم يطلب منك التدخل في شؤون الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أنا كيف هذا الحديث شو دخل هنا أنا مش فاهم وبعد في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أذكر الكاتب بس اللي هو من رأى منكم منكر فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكما قال صلى الله عليه وسلم لكن هنا نحن نتكلم عن قانون في قانون يجرم الفعل هذا نكمل المقالة لأنه وصلنا عن نهايته تقول طبعا أو يقول الأخ الفاضل اللي كاتب المقالة تقول نتوجه نتوجه بعذرنا الشديد عن هذا التصرف لغيوفنا الكرام فهذه أخطاء فردية من فئة تسعة جاهدة لترسم صورة سيئة لدولتنا ولكن نقول لهم نحن لكم بالمرصاد دائما ودروع بدمائنا بإذن الله تعالى تحمي حكومتنا وترش في وجهكم هذا شيء مكتوبة ترش في وجهكم ما فهمت شوية المهم حللتم أهلا وطأتم سهلا في دار الأمن والأمان بقلم ما أدري منون أتمنى نشر هذه الكلمات لتصل إلى صاحبة المقطع ومن ساعدها في نشر هذه الإساءة طبعا واحد من الأخوان كاتب تعليق اتفضل وين شحطت الكاتب خلت البنت ما عندها وطنية هذا تعليق طبعا على الرسالة طبعا الكلام الموزون والعاقل والمنطقي كان من الأستاذة ميساء راشد اغدير تقول الاحتشام في مراكز في المركز أو في المراكز احترام الاحتشام في المراكز احترام ميساء اغدير جريدة البيان طبعا أظن أنه كان بتاريخ أمس يقول تناقل أمس كثيرون الفيديو الذي يصوروا حوارا بين إماراتية ومثلة عربية في أحد مراكز التسوق إذ انتقدت الأولى اللباس الذي كانت ترتديه الممثلة والذي كان يكشف في غالبية أو عن غالبية جسدها ورفيقتها مذكرة اياها بلوائح الاحتشام التي وضعتها مراكز التسوق إلا أن الممثل اعتبرت ذلك تدخل أو تدخل سافرا من المواطنة في شيء لا يعنيها عدم الاحتشام في مراكز التجارية والمرافق العام ليس بالجديد فقد سئمنا مشاهدة هذه المناظر التي يتجاوز بها بعض المقيمين والزوار عراف الامارات ولوائح وضعتها لمراكز احترام لأهل البلد والسبب هو أن واضعي تلك اللوائح اكتفوا بتعليق الملصقات تسمعي علي بتعليق الملصقات دون تفعيلها من خلال رجال الأمن الذين يمكن لأي منهم بطريقة لبقة عندما داخل المراكز لفت نظر المخالفين ومنعهم من الدخول وقتها سننأى بالمواطنين عن الوقوع في خلافات مع غير المحتشمين وسننأى بأبنائنا من الاعتياد على مشاهد أو مشاهد لم تمت لهويتهم بصلاة اللوائح الخاصة بالاحتشام لابد من الالتزام بها من قبل الجميع مواطنين وغير مواطنين فهي واضحة ولا تطالب بالكثير فقط ارتداء الملابس المحتشمة التي تغطي الكتف والركب على سبيل المثال وتفعيلها لابد أن يكون من قبل إدارة رقابية تضاح المراكز التي يتبنى أن تفرض احترام أو تفرض احترام قوانينها على الجميع وعدم ضربها بالحائط فمن يتجاوز دائحة احتشام سيتجاوز غدا الأهم لا يفترض مطالبة المواطنين والمحتشمين بتجاهل كل ما يرونه من مخالفات وضبط النفس مسألة يتفاوت فيها البشر لذا فإن أسلم طريقة لوقف هذا النوع من الخلافات بيننا كمواطنين متعايشين مع أكثر من مئتي جنسية لها ثقافات مختلفة عن ثقافاتنا أسلم طريقة هي تدخل وضعي لوائح الثشام في المراكز بالضبط والمنع وتطبيق ذلك على عشر حالات يوميا ليلتزم الجميع بعدها دون اعتراض فكما للقانون هيبة يبقى لللوايح احترامها وإذا كنا نحترم لايحة اللباس التي تفرضها بعض المطاعم التي نتناول فيها وجبة فمن باب أولى احترام اللوايح في أماكن نقضي فيها ساعات مع أسرنا ومن يهمنا أمرهم الأستاذة طبعا ميساء راشد اغدير في جريدة البيان أنا خلصت تعليقاتكم ليطرشونها لأن البرنامج تخلص نزيل نزيل يقول لا لا تعلو بنفس شو لا تعلو بنفسك لأن بعض منهم بجلابية النوم بالسواق التي على شو على شكل البنطلون وهذا شي عاري ممتاز أنا مع اللي طرش طرش لك المسج عن غضبك على الحرمات دون مشوه صورتهم دون مشوه صورتهم يزاك الله خير هاي مشكلتك أنت اللي تشوفها نزيل في الختام أرجع أقول في النهاية الحرمة تراهي أمي تراهي أختي تراهي زوجتي تراهي بنتي تراهي بنت عمي بنت خالي فأنا إذا بسيئ لأمرأة معناته بسيئ لكل النساء إلا إذا كانت امرأة بحد ذاتها وبنفسها فبزاك الله خير اللي باعث الرسالة ما أدري شو قصدك بتواصلوا يك تحت الهواء على فكرة عشان أفهم منك بس أتفهم ما أدري أنا مش فاهم يعني وين الاعتداء اللي حسيت بها العموم أنت تقول شذا غيرك يقول أنت وايد ما تعاطف الحريم وتحطي عن الريايل وغيرك يقول وغيرك يقول فما ما نخلص ولكن في النهاية رضا الله غاية لا تدرك ورضا الناس غاية لا تترك أو رضا رضا الله غاية لا تترك ورضا الناس غاية لا تدرك فخل لا يدرك وخلنا معلي لا يترك إن أخطأت فمن نفسي من جهلي من تقصيري من عدم فهمي اعتذاراتي أنا آسف إذا أتماديت إذا غلط بدون قصد طبعا مستحيل أغلط بقصد أو متعمد أنا آسف جدا أكرر اعتذاراتي أنا موجود اليوم يمكن باشر ما أكون موجود فسامحوني الله يخليكم وأن صبت فمن الله سبحانه وتعالى ومن أخطأت فمن نفسي في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني كانت معانا كانت معانا هاجر عفوا في الأخبار كانت معانا غادة وكذلك من الإخراج اللي ذاعي المبدع دائما علي عبد العزيز وكذلك الغاية بالحاضر عبد الله راشد بن خصيف نرجع نذكر بالتهنة للمرة الأخيرة طبعا بعد ما أنا ظني تهنات أو التهاني هذه مهمة طبعا تهنية من براشد ومحمد الرحمة وزايد محمد الرحمة ويعقوب العوضي وعلي عبد العزيز وستوديوهات الرابعة من مديرها إلى كل الموظفين اللي فيها بزفاف أحمد راشد المطروشي وكذلك نهني تهنية من علي سليمان الظهوري وأحمد سيف القاضي الدانقو وعلي حسن مطوع الشحي لسليمان محمد الخنزوري بمناسبة عقد قرانه طبعا نهني سليمان محمد ونهني أهله بمناسبة زفاف ولدهم وهو مثل ما نقول دائما اللهم أحفظ هذا البلد آمن ومنطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أحفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وولياء العهودين وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء اللهم أجنبنا الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن اللهم نفس كربة المكروبين يا رب العالمين واتمنى ما ننسى القضايا اللي اليوم ناقشناها بالذات حالة هذا الولد اللي تكلمت عنه فأتمنى إن شاء الله إن أحد يساعده يزاكم الله خير وأنا أرجع أقول أكرر أنا مستعد أتكفل فيه أي ضمانات تبونا أنا مستعد أنا حاضر وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر ماء ألف عشرة ألاف مليون عشر ملايين زائر دريملاند أكوا بارك تحتفل بعشرة ملايين ابتسامة اربحوا جوائز مذهلة وخصومات رائعة خلال صحوبات أسبوعية وشهرية واستمتعوا بالألعاب المغامرات المائية والإثارة إنها متعدون توقف للجميع دريملاند أكوا بارك تجربة لن تنتسى الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويل للمفروشات قيمة مذهلة كل يوم بيزلعين مستحضرات تجميل وعناية من مستحضرات النحل مستشفى أوريانا الرعاية الطبية بأرقى معاييرها سمعنا بس روديو رابعة مستشفى أوريانا الرعاية مستشفى أوريانا الرعاية مستشفى أوريانا الرعاية مستشفى أوريانا الرعاية مستشفى أوريانا الرعاية